يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وكل اللي بيتابعونا في برنامجنا يحكي أن على شاشة القناة الأولى طبعاً إحنا ليسه في شهر مارس الشهر اللي بتحتفل بيه الدنيا كلها بالمرأة وبتقدرها الشهر اللي بنقول فيه شكراً لكل أم على تعبك وعلى عطائك وعلى كل حاجة بتقدميها في الحياة أنا النهاردة الحقيقة من خلال برنامجنا عاوزة أقول كل أم في كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت سند لبيتك ولولادك ولنفسك قبل أي حد والحقيقة إنه فيه كتابات كتيرة جداً اتكتبت عن المرأة ونقشة اهتماماتها نقشة مشاكلها نقشة صراعاتها النفسية وكمان الخارجية إيه اللي بتفكر فيه؟ إيه اللي بتحلم به؟ المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهها عشان تقدر تحقق حلمها ما فيه شك كمان إنه الكتابات دي على مر التاريخ كان لها دور كبير جداً في تغيير أوضاع كتيرة خاصة بالمرأة ساعدتها إنها تتحرر من قيود مجتمعية كانت غلط وكانت طبعاً في الوقت ده مفروضة عليها ساعدتها كمان إنها تقدر تزود من وعيها وتعرف حقوقها وتقدر تعرف إمتى تقدر تستخدم حقوقها دي ساعدتها كمان إنها تعبر عن نفسها وعن أحلامها بشكل أفضل وبشكل أحسن النهاردة اخترنا لكم في حلقتنا رواية بارز فيها جداً تأثير دور الأم في حياة البطل وهي رواية أطلس الخفاء الكتبة المتميزة الأستاذة منصورة عز الدين واللي كتبت أعمال كتيرة جداً اتكلمت فيها عن المرأة سواء كانت روايات أو قصص قصيرة أو يعني كتب بشكل عام عن المرأة وعن دور المرأة منصورة عز الدين أو الأستاذة منصورة عز الدين هي رواية صدر لها الحقيقة خمس روايات وثلاث مجموعات قصصية حصلت على جواز كتيرة جداً الحقيقة وصلت مثلاً روايتها وراء الفردوس للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية ده كان عشرين عشرة أو ألفين وعشرة فازت كمان روايتها جبل الزمرت بجائزة أفضل رواية عربية من معرض الشرق الدولي للكتاب وده كان عام 2014 وصلت كمان مجموعاتها القصصية مأوى الغياب إلى القائمة القصيرة لجائزة المتلقي للقصة العربية لعام الفين وتمنتاشر والقائمة القصيرة أيضاً لجائزة الشيخ زايد فرع الأدب لعام عشرين عشرين وكمان روايتها بستين البصرة وصلت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام عشرين واحد وعشرين لسه دفتي عندها كتير ولسه هنتكلم عن تفاصيل كتير تخصها خلال الفقرة إنما قبل طبعاً ما نبتدي كلامنا عن أي حاجة زي ما حضرتكم متعودين تعالوا نطلع نشوف مع بعض تقرير عملناه عن البس أو الكتب الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع اللي فات ونرجع على طول يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تنوعت كتب هذا الأسبوع بين التاريخ والرعب والترجمات الأدبية والروايات والتنمية البشرية تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية مقدمة العاصفة للكاتب جام بوتشور وهي ترجمة حسن السيد ويحكي فيها الكاتب عن جريمة قتل تم ارتكابها بوسطة السحر الأسود واستعانت الشرطة بشخصية هاري البطل للمشاورة بشأن حل الجريمة وتتوالى الأحداث بعد ذلك ومن أبرز كتب التنمية البشرية كتاب الخروج عن النص من جديد للدكتور محمد طه والذي يناقش صعوبات عن النفس البشرية وتحدياتها وضرورة وقوف الإنسان مع نفسه لتحديد اختياراته تأتي بعد ذلك رواية نوح للكاتبة سلمة سامح شمس الدين وتعتبر إحدى الروايات الرومانسية التي تحكي عن الحب الأول لبطلة الرواية وهي الكاتبة تقع الكاتبة في حب أول الرجال في حياتها والذي يدعى نوح ثم تذهب لطبيب نفسي ينصحها بكتابة رواية عن قصتها لترى المشهد من وجهة نظر القارئ لم تخل القائمة من التجارب الذاتية فجاء كتاب الدحيح ما وراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله الذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح ويعتبر هذا الكتاب متصدر في قائمة الكتب الأكثر مبيعا مرات متتالية من الكتب التي كانت في صدارة القائمة أيضا رواية حكاية جديدة للأندلس للكاتب سيراغ مونير تناقش الرواية فكرة شغلة أفكار الحالمين والفلاسفة هي فكرة تغيير التاريخ وذلك في مسج بين الخيال العلمي والتاريخ الأندلسي فيها يقوم البطل وهو طبيب بمحاولة إنقاذ الأندلس عبر تغيير تفصيلة المحورية في تاريخها وتتوالى الأحداث ولمحبي كتب الرعب تصدرت القائمة أيضا رواية أقصى من الموت للكاتب محمد عسمط والتي تدور حول مشاعر الخوف من الفقد التي أحيانا قد تكون أقصى من الموت اختتمت القائمة بأحد الكتب التاريخية الهامة رواية أولاد ناس للكاتب ريم بسيوني تتكون الرواية من ثلاثة أجزاء مطبوعة داخل كتاب واحد تحكي جميعها على سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلعون وحتى الغزو العثماني لمصر دلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير بس قبل ما نروح نشوفه أحب أشرحه لكم ولكن بطريقة مختلفة تخيلوا كده لما بنحس في حياتنا أننا مرهقين شوية أو تعبنين شوية أو مهدودين كده بالبلد زي ما بنقول ويمكن نشطنا الجسماني مش بقوته ومش بكامل طقته بنعمل إيه؟ على طول بنجري بناخد شوية فيتامينات ونبتدي نشوف إيه اللي تعبنا في جسمنا علشان نقدر نرجع تاني بكامل نشطنا تخيلوا بقى لما النفسية هي اللي تبقى محتاجة الفيتامينات دي أو معنوياتنا تبقى هي اللي مرهقة وتبقى هي اللي مضغوطة وبالذات طبعا الست لأنه خلينا نتفق أن الست المصرية والعربية بشكل عام بتقوم بأدوار كتيرة جدا في نفس الوقت والحقيقة مطلوب منها أنها تعملها كلها على أكمل وجه وده بيخلي أحيانا معنوياتها ونفسياتها وضغوط الحياة تبقى مش في أحسن حالتها وعلشان كده هنقدر نعرف النهاردة من خلال تقرير صورنا كاميرا يحكى أنها راح تصورت حفلة توقيع كتاب لطيف جدا اسمه النفسية محتاجة فيتامينات نفسية 30 كابسولة لضمان ميرونتك النفسية أو ميرونتك النفسية الكاتبة ننسي سميدة علشان نقدر نعرف منها أكتر بقى هي الفيتامينات اللي النفسية بتحتاجها دلوقتي ممكن نشوف التقرير الكتاب هو إصدار التاني ليا الكتاب بعنوان النفسية محتاجة فيتامينات نفسية وهو حقيقة كتاب بيلخص 30 كابسولة أو فيتامين نفسي لضمان المرونة النفسية ويعني خلينا نقول لنا 30 لأنه الشهر فيه 30 يوم لكن الحقيقة يعني أنا شايفة أنه الناس محتاجة أكتر من جدا 365 كابسولة كتاب لايت خفيف بيوصف مشاهد حياتية وقراءة عميقة لبعض المواقف الحياتية اللي بستخلص منها في النهاية فيتامين نفسي أو نصيحة نفسية للناس علشان يعني تأويهم وتساعدهم على الاستمرار في الحياة ومواجهة الصراعات وبعد ما بنستخلص الفيتامين النفسي بنعمل زي وقفة مع النفس بحيث أنه أي حد قرى الكتاب وحس أنه هذا الفيتامين ناقص عنده فبيعمل زي وقفة مع نفسه عشان يعرف هان عندي المزيد من الفيتامينات ولا عندي نقص من الفيتامينات وإيه اللي مفروض أعمله علشان أزود الفيتامين النفسي ده هو كتاب موجه للجنزين ولكن الحقيقة أعترف أن أنا وجهت فعلاً للمرأة بثقة المؤنث في بعض فصول الكتاب وجهت لها بعض المصايح أو الفيتامينات النفسية فصول الكتاب متأسمة هما زي ما قلت 30 فصل بيصور مشهد حياتي والمشهد الحياتي ده بيعتمد على شوية المحاكاية الكتاب ده بالذات لم يستغرق سوى كتابته سوى يمكن شهر ونص يمكن من إصداري الأولاني هل أنت غابي عاطفياً كتبته فترة يعني قد فترة لحد ما جمعت المعلومات اللي فيه ولكن الكتاب ده بالذات لأنه أنا باعتبره رسالة من القلب للقلب أو يعني تجميعة لحاجات يمكن مواقف شفتها في حياتي وأيضاً خلي بالحضرتك إحنا كأخصائيين نفسين بنتأثر برضو به التجارب اللي بتجلنا في العيادات وهو إنعكاس برضو ليه ألام المرأة الصامتة اللي هي ممكن ما تكون محكمة بالضغوط المجتمعية والاعتقادات المعتقادات والمورسات المجتمعية من غير أنين من غير ما حد يحس به كتاب رائع جداً سلس جداً بسيط بيدخل القلب وفعلاً هو محاكاة يومياً لحياتنا دكتور نانسي كارزما وهي طلعت الحاجات الحلوة اللي فيها من خلال إحنا الشغل مع بعض طلعت الحاجات الحلوة خليت نحب نفسي من جديد كتاب رائع جداً بيبقى فيه مصالحة مع النفس يعني فيه حاجات زمان كانت مضيقاني مع الكتاب حستنا فعلاً بتمر على أي حد فينا وبيعلم الواحد أنه يحترم نفسه أو يريح نفسه يبدي لنفسه مساحة ريلاكس أنه أي إنسان معرض أنه يمر بظروف يمر بمشاكل يمر بحاجات بس يخفف على نفسه أول كتاب أنا بصنفه لايت من نوعية الكتب اللي ما تزهقش أنك تقراها ما تاخدش وقت طويل أنك تقراها هي بالزبط هي كابسولات وهي فعلاً كابسولات لكن عجبني تناول دكتور نانسي للكتاب بشكل مختلف يعني عادة كتب علم النفسة لما بقرأ فيها بلاقي مثلاً موضوع معين وبيتعمق قوي 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 ودي مثال عليه وهكذا هي الحقيقة لا يعني بتدي لك مثال في كل حالة من الحالات لكن أهم حاجة أن هي مختصرة والأهم من ده كمان أنها في ظهر كل صفحة من صفحات تجربة من التجارب هي حاكتها في حاجة اسمها وقفة مع النفس تمرين صغير هي عاملية كده بعد ما تقرأ تعيش وتغربل تبص تلاقي نفسك عايز تحل التمرين ده وتشوف مين كان في حياتك ونت غربلته فعلاً أهم تمرين محتاجه الإنسان أنه هو يتصالح مع نفسه ويتصالح مع المحيط اللي حواليك ترجمة نانسي قنقر مجموعات من القصص القصيرة وحصلت عليها جواز كتيرة جداً عن أعمالها قلتهم لحضراتكم في المقدمة أعمالها ترجمة لغات مختلفة كتيرة النهاردة هنتكلم معها عن روايتها أطلس الخفاء ليه أطلس الخفاء؟ أطلس الخفاء دور الأم الحقيقة فيها كان بارس جداً بالنسبة لبطل الرواية إزاي قدر التعبر عن دور الأم في الرواية؟ إزاي شاف التأثير الأم في حياة البطل؟ والحقيقة إنه واقع الستة أو واقع الستات بشكل عام بيكون مختلف شوية في قصصها هنتكلم أكتر عنهم وهنتكلم أكتر عن احتياجاتهم وهنتكلم أكتر عن أحلامهم من وجهة نظر الكاتبة الأستاذة منصورة عز الدين مساء الخير يا فان سائل نورة سائدة جداً بوجودة معكم مرسي إحنا أسعد ونتكلم شوية عن أطلس الخفاء بشكل عام ومعدين نبتدي نتطرق بقى دور الأم من خلال الرواية وطبعاً كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وكل أم وكل إمرأة عربية مصرية طيبة فضل هي الرواية بتركز على بطل هو شخصية مراد في الستينات من عمره وعلى وشك التقاعد وشخصية منعزلة وعيشة جوة نفسها شوية متقوقعة جداً يعني بعيدة عن الناس ومهتم هو بأشياء تخصه هو الوحد هو بيكتب بيدون هو شايف أنه هو بيشوف رؤى وبيشوف استبصارات محدش تاني بيشوفها وبيبدأ يدون تدوينات عن اللي هو بيشوفه لكن معظم هذه الاستبصارات لها علاقة بالماضي بتاعه كأنه بيعيد تشكيل حياته تانية بخياله كأنه بيعمل تعويض الحاجات اللي هو محققهاش بيشوفها في هذه الاستبصارات يعني هو في حياته الحقيقية انتوائي جداً أو حياته بسيطة جداً هو عايش حياة تانية في خياله في خياله وبيدونها وبيكتبها ومن خلال هذه التدوينات من خلال الزكريات وكلام الراوي عنه وكلامه هو عن نفسه بنكتشف قد إيه فترة الطفولة مهمة في الشخصية وقد إيه بتأثر وقد إيه بتأثر وفترة الطفولة بالأساس الأم والجدة الجدة اللي هي تعتبر هي أم كمان فبنشوف إزاي هو علاقته متواصلة جداً يعني شخص في 65 سنة 67 سنة ولسه بيأكل الحاجات اللي أمه كانت بتحبها الأكلات اللي أمه كانت بتحبها كأن هذه هي صلة بتربطه بيها بيتذكر نصيحها له وأحياناً النصيح مخالفة ومناقضة لنصيح جدته فبقى محتار هل يسمع النصيحة اللي كانت جدته بتقولها ولا اللي كانت أمه بتقولها فهو شخصية يعني لحد ما غريبة شوية لكن جزئية دور الأم برز جداً في حياته أوكي كلميني بقى شوية عن دور الأم في الرواية مع بطل الرواية وإيه تأثيرها وكانت إيه الحكاية ما بينهما بينها يعني هي الأم بتظهر من خلال هي ما بتظهرش كشخصية واضحة لكن من خلال ذكرياته عنها من خلال الذكريات اللي رأوا بتكلم عنها وهي أم يعني بكل التنقضات اللي هي ممكن تبقى حنونة في مواقف أسيا في مواقف زينا كلنا زي كل الأم زي كل البشر يعني وإزاي هي كان دورها مؤثر يعني مثلاً حتى من غير قصد الأب بدوره شبه غائب في الرواية يعني الكلام عن الأب قليل جداً لكن التركيز بالأساس عن نساء محيطات بمراد في طفولته وشبابه اللي هو الجدة والأم الحبيبة أخته يعني وأنا بكتب ما كانش ده مقصود بشكل واضح لكن في نهاية الكتابة اكتشفت إن العالم بتاعه كأنه عالم مكون من النساء أو المؤثرات في حياته هنا النساء فقط متأثر بهم جداً وهو كان بيقعد مع مامته طول الوقت مع مامته وجدته مامته وجدته يعني فده واضح بس أنا حبيت يبقى التأثير ده بشكل غير مباشر يعني مثلاً هو بيحب يكون نوع معين من الفطائر لأن النوع ده كان هو المفضل لمامته جدته بتقوله مثلاً نصيحة معينة خاصة بالتعامل مع الغرباء فهو لما بيقابل غرباء في حياته وهو عنده 65 أو 67 سنة بيبقى مرتبك هل يحذر منهم ولا يبقى لطيف معاهم هل يسمع نصيحة جدته ولا مامته وهو كان سوي ولا هو كان فيه أي أمراض يعني الشخصية اللي حديقة بتحكي عليها دي في خيالك واللي كتبتيه طبعاً للقارق أو تقدم للقارق من خلال الكتاب هل هو كان بطل سوي على المستوى النفسي والعقلي ولا أشارتي إلى خلل معين هو بعض القراء اعتبروه غريب الأطوار جداً بيصل في النهاية إلى درجة ما من عدم الإتزال يعني من خلل النفسي أو العدم الإتزال أنا عن نفسي مش شايفة كده حالتك ما كنتش شايفة كده شايفة متأثر بيه ممكن في لحظات معينة من الوحدة وفي النهاية بيبقى فيه نوع من البرانوية خاصة بطريقة المجتمع والضغوط اللي عليه إنه هو حاسس إنه هو طول الوقت ما بسوص له إنه هو غريب ومغاير للتوقعات مخالف للتوقعات وعنده إحساس إنه هو مترائب يعني دي طبيعة حياته يعني لكن أنا رؤيتي للجنون يعني مش كده يعني يمكن الجنون أحيانا إحنا بنحب بنوصف أي حاجة هي خارجة عن المألوف وعن المتوقع بأنه هي جنون وأحيانا ده بيكون استسهال أحيانا بيكون رغبة في الإقصاء يعني إحنا عاملين نمط محدد للشخصية هي دي بنتوقع أن هذه هي الشخصية الوحيدة طبعية فأي حد بيبقى مخالف ومغاير ممكن بنقول إنه هو مثلا مجنون أو غريب الأطوار يعني أنا كنت متعطفة معي متعطفتي معي حبيتي العلاقة اللي ما بين البطل والأم ولا حسيتي إنه أحيانا وده برضو هينقيني لسؤال تاني سؤال عام شوية يمكن برا الرواية إنه أحيانا الأم لما بتكون متدخلة بزيادة في التفاصيل بتمحي شخصية الولد أو بتمحي شخصية الطفل هقولك الكاتب وهو بيكتب أحيانا بيتعلم من الشخصية اللي هو بيكتب عنها بيتعلم حاجات جديدة من اللي هو بيكتبه يمكن هو ده إضافة إلى روايات تانية ليا بدأت تقدرك أهمية دور الأم واختورة دور الأم بمعنى إن في الطفولة شخصية الطفل بتتشكل في فترة أو الشخص من إنه شخصيته الأساسية بتتشكل في فترة الطفولة فممكن قصوة مبالغ فيها في موقف معين تفضل موجودة في ذاكرة الطفل وتؤثر على حياته يعني لحده للوفاة في غمره كله وممكن فرط في الدلع وممكن فرط في الاهتمام يؤدي برضو إلى شخصية يعني اعتمادية شخصية ما تقدرش تواجه المجتمع فأحياناً التدخل الزيادة هو ده اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليه يعني إن دور الأم قد إيه بيكون مهم إذا قاست قوي هتوجع وإذا دلعت قوي هتبوز برضو لأنه الولد بيبقى مش معتمد على نفسه الزيادة فقد إيه هي يعني دورها مهم جداً ولكن حساس قوي وأنا بكتب حساس سباشل لو ولد لو ولد مش بنت وأحياناً البنت يمكن البنت اللي بيؤثر أكتر دور الأب أيوة بالزبط يعني تبقى محتاجة درجة حنان معينة وتفاهم معين للأب والعكس صحيح لما بتفتقد الأب بتفتقد مشاعر الحديث كتير جداً تقعد بعد كده طول العمر بتدور على تعويض وصعب تلاقي التعويض بالزبط وممكن ده بيخليها تفشل في علاقاتها العاطفية في زواجها لأنها بتبقى متوقعة من الجو وأحياناً اختيراتها بتكون غلط بشكل كبير جداً لأنها بتدور على الأب في العلاقة توقعاتها بتبقى أحياناً أكبر من الزوج أو الحبيب ممكن يلبيه لأن في النهاية دي مش علاقة أب وبنت وابنة يعني كل علاقة بين بشر بتختلف في طبيعتها الأطفال بطبيعتهم بيحبوا جدتهم قوي يعني الجدة دي بالنسبة لهم خط أحمر أي حاجة بتطلب بتعملها الجدة أكتر وقت بيتدلع فيه بيتدلع من الجدة طبعاً يعني حب ما يتوصفش برضو الحب الحفيد وحب الابن للجدة أو الطفل للجدة كلميني شوية عن النقطة دي وكنت حب علاقة البطل بالجدة أكتر ولا كنت حب علاقة البطل بالأمة أكتر لا أنا كنت حب علاقة البطل بالجدة أكتر بالجدة أكتر هي أقرب اللي هي المعلم لأنها كمان كانت هي اللي بتعلمه في البداية القراءة والكتابة وهي كانت شخصية قوية ومحفزة قرآن يعني أنا كنت حب شخصيتها كنت حب العلاقة دي والشكل ده من العلاقات صحيح حتى هي في الفترة الأخيرة من حياتها لما بدأت يبقى فيه خرف الشيخوخة وعدم التركيز وناسية معظم تفاصيل حياتها كانت بتفكره هو. يعني بتتذكر المراد يعني. يا حبيبتي. فالعلاقة دي بتبقى علاقة خاصة. جدا جدا. ونبتتوصفش. يعني زي ما بنقول كده برضو عاز الولد والد الولد. يعني مش فهمينها لسه العلاقة دي خالص. طيب نتكلم بقى شوية عن الكتاب الغلاف. اخترتيه ازاي. خد منك وقت قد ايه في اختياره. ليه اخترتي الشكل. ده احنا كنا بنعرضه من شوية ونشوفه تاني مع حضرتك. والله هو الغلاف في اختصاص دار النشر. اه. وهو الاغلفة. لا تدخليش خالص في اختياراته. اطلس الخفاء. اه. لا هو الفنان اللي عامل الغلاف. فنان عمر القفراوي. هو اللي عامل لي قبل كده بس هتيني البصرة. وانا الحقيقة يعني حسن محظوظة بالغلافين. اه. يعني. بتسقي في اختياراته. بتسقي في اراءه جدا. اه حقيقي. وفي اختيارات دار النشر. لان كمان بتبقى معبرة عن الرواية. يعني تحسي ان المصمم ارى الرواية وعمل غلاف صمم غلاف من من جوهر الرواية. فانا ببقى سعيدة يعني. جميل جميل. الكاتبة المرأة. او الكاتبة لما بتعبر عن المرأة. بتكون حسة اكتر يمكن. بتكون شايفة اكتر. بتكون يمكن قادرة تلمس نقطة يمكن الرواية. طبعا فيه كتاب كتير ابدعوا في الكتابات عن المرأة. ولكن الست لما بتكتب عن الست الموضوع اكيد بيبقى مختلف. زي كده المخرجة لما بتعمل فيلم عن المرأة وعن السيدات. اكيد بيبقى فيه توتش نسائي مختلف. ما اعتقدش ان الراجل ممكن يعرف يحس به. اه يعني صحيح. حضرتك كتبتي روايات كتيرة. وكتبتي كلام كتير عن المرأة. اقربهم لقلبك. واكترهم فيهم تعبير عن مشاكل المرأة. حسن انك لمستي بمنطقة ما كانتش موجودة قبل كده. هي اكتر روايات تعبيرا عن اوضاع المرأة. وخاصة في مجتمع محافظ زي الريف مثلا. هي رواية وراء الفردوس صدر 2009. وكانت في القائمة القصيرة لجيزة البوكر العربية 2010. ومترجمة للغة الايطالية واللغة الالمانية. الرواية دي بتتناول اوضاع النساء في مجتمع مغلق. وازاي بيبقى احيانا بيبقى فين عدم عدالة في التعامل يعني بين البنت. الفرق بين البنت واخوها مثلا. طبعا. يعني طريق التعامل وازاي دور المرأة ممكن يبقى. كان يبقى في قاهر نساء اخريات. يعني في الرواية الجدة. وده يعني لي علاقة بدور الجدة ايضا. كانت هي المسيطرة. هي الكبيرة. اه هي بالزبط. وهي الحريصة على ترسيخ القيم الزكورية الموجودة. يعني اكتر من الرجال نفسهم. فده يعني ده موجود في المجتمع حقيقي يعني. فالرواية دي انا بحس ان هي معبرة عن اوضاع المرأة. والمشاكل اللي كانت بتواجهها في مناطق معينة. اه يعني فيه اكتر من شخصية. شخصيات مختلفة. وكل شخصية ليها معاناتها الخاصة وازماتها الخاصة. فانا حاسة ان هي الاكتر التصاقا بفكرة قضية المرأة. في جبل الزمرد. لكن جبل الزمرد تناول المرأة فيها مختلف. ازاي بقى تناولتي زي السيدة منصورة. يعني هي حسيت في جبل الزمرد هي المرأة هي اساس العالم. اوكي. يعني هي رواية بتشتبك مع الف ليلة وليلة. من خلال البحث عن قصة مفقودة من الف ليلة وليلة. كل المؤثرات في الرواية نساء. يعني الروية هي امرأة. واللي هي الكهنة اللي المفروض تعيد الحكاية. وتعيد التوازن الى العالم هي امرأة. كأن في نوع من تأنيث العالم. يعني فكرة ان النساء هن الأساسيات في هذه الرواية. كل شيء. كأننا امام مقلوب للعالم. المرأة هي الأساس فيه. وهي مجتمع أنثوي. زي ما بنقول مجتمع ذكوري. فهو مجتمع أنثوي. يعني. المرأة هي المسيطارة أكثر. فيه تأنيث للعالم. يعني الأميرة الموجودة هي البطلة. زمرودة هي امرأة. الكاهنة هي البستان البحر. عايزين نروح العالم ده. جميل. ايه اكتر مشاكل المرأة أستاذة منصورة. اللي شايلة همها فيها. وحاسة انك دورك من خلال عملك. عليه مسئولية. في انك تحولي على قد ما تقدري تساديها. في انها تتخلص من المشكلة دي. يعني. انا يعني اظن ان اهم شيء ممكن بنمنحه. او الشخص بيقدر ياخده لنفسه. وفكرة الحرية الاختيار. الحق في الاختيار. في احيان كتير وفي بيئات كتير. المرأة تبقى محرومة من الحق في الاختيار. انها تقرر. يعني ممكن يبقى فيه شخصية مؤهلة. ممكن تحقق الكتير جدا. لكن نتيجة انها مولودة امرأة في مجتمع معين. محافظ. ممكن تمنع من العمل. ممكن تمنع من الخروج. ممكن تعليم. ممكن يفرض عليها جواز. يفرض عليها حاجة كتيرة جدا. زب. واحيان كتير المجتمع ككل هو الخسران. لان تخيالي كم المواهب اللي كانت ممكن تبقى موجودة. واللي بنتحرم منها. نتيجة هذه الاوضاع. طبعا. يعني بتحس على الاقل ان كل انسان يبقى له الفرصة ان هو يختار. له الفرصة ان هو يختبر قدراته. ان هو يجرب الاستقلال. يعني فالحق في الاختيار ده مهم جدا. يعني كمان. عشان تعرف تختار كمان لازم يكون عندها قدر من الوعي. عشان تقدر تختار مصبوط. انت لو هتحرمها من تعليم. لو هتحرمها من تعليم. لو هتبقى انت بتختاري لها كل شيء. فمش هيحصل الاستقلالية ولا النمو. طبعا. يعني مثلا في بعض الاماكن في الصعيد وفي الريف مثلا. علشان البنت يبقى مسموح لها ان هي تواصل تعليمها المراحل العليا. لازم تبقى مميزة جدا. لازم تبقى هي متفوقة جدا. في حين ان الولد حتى لو مش متفوق ببقى وراه ودفعينه. فمش طبيعي ان الحق في المواصلة التعليم والاختيار. والنيات تبقى مستقلة وشخصية لها كيانها. انها لازم تبقى يعني كاملة. لان ده مش عادل يعني. صحيح. كمان لله وحده يعني. خلينا نقول ان احنا في عصر المرأة رفع راسها. المرأة وغد حقها. خلينا نقول ان السعيد. اللي احنا كنا زمان بنتكلم عن قد ايه المرأة هناك مقهورة ومظلومة. النهاردة البنات في السعيد بيتعلموا وبيخلوا جماعات. ومشاريع نسائية كتيرة جدا جدا جدا. وفي اماكن كتيرة جدا. الحقيقة ان المرأة دلوقتي بقى ليها رأي وبقى ليها صوت. وفي اماكن ما كانش ينفع تقدر ان هي ترفع صوتها. ولا تقول انا محتاجة ولا انا عايزة. بس لازم يبقى في دعم اكتر. طبعا. كل ما تعلمت اكتر الست. وكل ما فهمت وكل ما وعيها زيت. كل ما هي هتطور نفسها بنفسها. وكمان يعني بنلاقي الاعلام الصحافة احيانا. يعني في بعض الحوادث اللي هتخص سيدات او بنات. طبعا. فبتحس ان في نوع من التحيز حتى لو مش معلن. يعني لما يكون بتلاحظي مثلا فيه جرائب معينة. يبقى الشخص هو المتورط هو رجل. فتلاقيت اخفاء للوجه. ممكن في حادثة مال بنت تبقى هي الضحية. وتلاقى الوجه للتفاصيل. فبحس ان فيه يعني درجة من التحيز. من التحيز. من التحيز. ترجعنا لحضراتكم مرة تانية. ولسه منورانا النهاردة في الحلقة الكتابة الأستاذة منصور عايز الدين. بنتكلم عن روايتها أطلس الخفاء. والحقيقة احنا اخترنا رواية دي تحديدا. لان دور الأم والجدة زي ما كنا بنشرح في بداية الحلقة. مهم جدا في حياة البطل. البطل كان اسمه مراد. مراد. صح كده؟ طيب. مين تاني غير مراد كان مهم في الرواية. يعني مين تاني غير بطل الحكاية. كان مهم في الرواية وفي تسلسل الرواية. الأم والجدة زي ما قلت. والحبيبة وردة. وردة. حبيبة في أيام الشباب. واخته وليلة. هو بتكلم دلوقتي. ده الموضوع نسائي بحثي. يعني هو مراد تقريبا. المراد بس البطل يعني أو المذكر الوحيد اللي موجود في الرواية. يعني في هامشيين أو اللي هو بتعامل معاهم في الشغلة أو بيشوفهم. لكن الأبطال الأساسين هو الرجل الوحيد. الأم والجدة كانوا بيتفقوا على نفس الرأي. ولا الأم والجدة كانوا مختلفين. بيختلفوا أحيانا. وده يمكن هو لما بيفتكر إن الجديته بتنصحه بشيء. ومامته بتنصحه بشيء. يتلخبط. يتلخبط. الحقيقة إنه في نقطة حضرتك ذكرتيها في رواية من رواياتك. وهي فكرة إنه المرأة أو فكرة كانت ساكت. وقتها الجدة بتحارب البنات أو بتدافع عن قوانين ذكورية جدا. وده هيوديني لسؤال تاني. إنه أحيانا المرأة بتبقى عدوية نفسها. يعني أحيانا بتلاقي ست بتحارب ست. أحيانا تلاقي ست بتنتقد ست. أحيانا تلاقي إنه الست بتدعم الرجل أكتر من الست. وده بس توقفني. لأنه يعني المفروض إن إحنا ندعم بعض. ومش المفروض إن إحنا. يعني طبعا إحنا مش المفروض إن إحنا نتوجه ضد الرجالة. أو إحنا نكون ضدهم خالص. مش صراع يعني. ده ملوش علاقة بأي حاجة. بس كمان إحنا المفروض ندعم بعض. صحيح. نقطة نظام في الحكاية دي تحكي لي كده إزاي ممكن ده يحصل. ورأيك إيه عن الموضوع ده؟ أنا شايفة إن الأساس يعني المفروض العلاقة الطبيعية والعلاقة الصحية. ما يبقاش في هذا النوع من التصارع. الصراع بين الرجل والمرأة. ولا بين النساء والنساء والرجال والرجال. بس خطير جدا التصارع لما بين النساء والنساء. هو نتيجة ترسيخ يعني القيم اللي هي مميزة للنساء. فأحيان كتير بعض النساء بيقولوا لا إحنا مش زي الستات الباقية. إن إحنا مختلفين. ويبدأوا هما يهجموا السيدات كأن فكرة. يعني بيبقى كأنها لنيل الرضا من الأفكار المهيمينة. يعني إن هي بتبقى أقرب للأفكار المهيمينة في المجتمع. يعني فأحياناً بتبقى الوسيلة نية التنكر لنفس جنسها. لكن أنا شايفة أن الأساس هو إيجاد نوع من الاتزان في العلاقات. يعني نوع من العدالة. والعدالة هتبقى في مصلحة الرجال وفي مصلحة النساء. يعني مش هي بس صالح النساء يعني. كلميني شوية عن أحلام مراد. مراد قدر يحقق أحلامه ولا مقدرش يحقق أحلامه؟ هو مراد كأنه عايش في واقع بديل. يعني أحلامه هو شخص بسيط جداً بيشتغل في وظيفة بسيطة. في حياة يكاد لا يكون فيها أحداث يعني. حياة بسيطة جداً. وهو فقد كثير من الحاجات. يعني هو أو مش فقدها هو يعتبر تخلى عنها. يعني حبيبته في الشباب. مامته وجدته رفضوا أن هو يتجوزها. فهو خضع لكلامهم. وبيعيش بالندم ده. إن هو بيفتكر حبيبته يعني هو وفق بعد السنين هو تجوز. وبعدين طلق وكان نسيها. لكن في الفترة الأخيرة في حياته بدأ يستعيد أشباح الماضي. ومنهم فضور الحبيب. وإيه حكاية جنيات النيل؟ إيه جنيات النيل؟ مين هم جنيات النيل؟ إذا كان بيشوفهم البطل؟ يعني إيه هو هقولك. هو في كل نهر أو كل مكان ببقى ليه الخرافات والغيبيات بتاعته. فنهر النيل مرتبط به غيبيات وأفكار وحكايات شعبية. أو زي إننا أداها كده أو زي حاجات كتير أطربنا عليها. بالضبط يعني مثلا. وفرجل المسلوخة. يمكن الأفكار دي مش موجودة أو دلوقتي. لكن مثلا لحد التمنينات والسبعينات كان فكرة إن فيه جنيات النيل. إن النيل مسكون بجنيات. فهي أفكار غيبية. واكتشفت إن كل أنهار العالم فيها أساطير مشابهة. يعني ممكن كنت لسه بقرأ رواية مؤخرا بتدور حوالي نهر في إنجلترا. فجأت إن هناك برضو عندهم إيمان إن فيه جنيات في الأنهار. فهي الفكرة في الفن إنك بتغذي هذه التفاصيل والأساطير وبتغذي لي منها تفاصيل فنية. يعني لأنها جزء من قناعات الناس أنت بتشوفيها إزاي ممكن الاستفادة منها فنيا يعني. فده موجود في الريف يعني وأظن موجود في السودان يعني. يعني فيه أساطير خاصة بتربط كل حوض النيل كل دول حوض النيل. إنه النهر كأنه شخصية حية. أيوة أيوة. كلميني شواء عن المشاكل اللي وجهها البطل. طبيعة المشاكل أستاذة منصورة اللي كنت حابة تلقي عليها الضوء من خلال مراد بطل روايتك. والله هو الأساس هو مراد منعزل. أنا فجئت بعد صدور الرواية لبعض إن القراء بيعتبروا العزلة مرض. يعني كأن العزلة هي شيء مرض نفسي ما. في حين إن العزلة في النهاية بتبقى اختيار. يعني بعض الأشخاص بيبقوا هما طبعتهم إن هما انطوائيين. مش بيحبوا يبقوا موجودين. وأحيانا من كتر اللي شافوه من الناس بيفضلوا يعودوا لوحدهم بقى خلاص. وأحيانا تانية بيبقوا هما خجولين. أو إن هما بيبقوا مرتاحين أكتر في الوحدة. مرتاحين إن هما بعيد عن الزحام. فهنا ما بشوفش إن ده يعني مرض أو مشكلة يعني. لكن مراد كشخصية هو يعني عارفة مش باصص لنفسه قضحية. بالعكس هو شايف إن هو شخص يعني مميز إن هو بيشوف أشياء محدش غيره بيشوفها. إن هذه التخيلات وهذه التجليات هو شايف نفسه كشخص يعني مميز عن الآخرين. يعني مختار. زي ما هو بيقول عن المختارين القلة المختارة. هي بتشوف حاجات أبعد من البشر العاديين بيشوفوها يعني. وفي الآخر العلاقة انتهت بإيه؟ يعني علاقته بأمه وجدته حصل فيها إيه؟ لا يعني فكرة إن هو دلوقتي بتكلم في أواخر حياته. فالأم غير موجودة والجده غير موجودة هم كظلال أو كمجرد ذكريات. يعني الجده متوفية والأم متوفية. وهو بيفتكرهم بس بيفتكر يعني بعض اللحظات المؤثرة في علاقته بيهم يعني. يمكن الجده هي الأم راح لتعاديه لكن الجده هي أصيبت بخارة في الشيخوخة في نهاية حياتها. وكانوا بيبصوا لها إن هي شخصية مجنونة. يعني فهو بيفتكر دا يعني. بيفتكر التفاصيل الخاصة بنهايتها. إيه أكتر المواضيع اللي تهمك ككاتبة أنك تتكلمي فيها عن المرأة؟ ولو تكلمنا تحديدا عن الأم. أه. كزامونا مع عيد الأم. أنا لما بكتب عن الأم بحاول أكتب عن الأم بشكل واقعي بعيد عن التمجيد. لأن الأدب دوره مش إن هو بس يعني إن هو يتكلم أو يمدح. لا بالعكس أحياناً الأدب بيبقى دوره إن هو بيشوف الحاجات الغريبة في فكرة الأمومة نفسها. يعني ممكن. وده فرق بين الأحيان كتير لما الرجالة بيكتبوا عن الأم والسيدات بيكتبوا عن الأمهات. دايماً في معظم الكتابات الرجالة. الأم هي الكائن المضحي لغريزة الأمومة. هي غريزة يعني موروسة والحنان الرهيب جداً. والأم يعني يا إما ملاك أو بيبقى فكرة المرأة يا ملاك يا إما شيطان مثلاً. النساء لما بدأوا يكتبوا بدأوا يكتبوا بشكل واقعي. يعني فكرة إن الأم اللي ممكن تبقى كارها الأمومة. الأم اللي ممكن تصاب باكتئاب ما بعد الولادة. يعني عارفة من واقع التجارب. من واقع فكرة المعايشة نفسها. الأم بأبعادها المختلفة. يعني حتى ممكن الأم الأسية. يعني ممكنك لو تكتب عن قصوة الأم. فأنا من كده مش بقول إن الأم هات قصية. أنا بتكلم عن شخصية محددة. عن ظاهرة عن حالة. شخصية. لكن من خلال قصوة الأم. وإزاي يعني ده في رواية أخيلات الظل. العلاقة بالأم والأب. العلاقة البطلة بالأم والأب. علاقة مرتبكة جداً. وإزاي برضو هو ده أثر على الشخصية البطلة. يعني وهي كامرأة نضجة. فمن خلال الكلام عن الأسوأ. إحنا بنشوف الحنان. بنشوف المضاد القصوة ده. المفروض يبقى الشخصية مختلفة. وشخصية أقوى لو فيه حنان. لو فيه احتضان ليها. فأنا بحب أكتب عن الجوانب اللي هي شوية. حقيقية أكتر. ومعقدة اللي فيها تركيب يعني شوية. وعلى فكرة محدش يارف يكتب عن النقط دي أو الحتة المعقدة دي غير ست. فيما يخص تجربة المرأة يعني حيانا. ممكن الكاتب يكتب من علاقته بأمه. لكن المرأة كمان بتشوف فكرة الأم نفسها. حسيس الأم نفسها. وتجربة الأموم دي صعب جدا أن الكاتب يحس بيها. لأنه عمره ما هيحس بيها. لو كمان فكرة الأمومة مش بس هي العلاقة بالأبناء. كمان في التغيرات البيولوجية اللي بتحصل للأم. فكرة الحمل الولادة الألم يعني عارفة. يعني هي منظومة كاملة يعني. طبعا طبعا طبعا. بتفكري في إيه في اللي جاي وإيه الجديد اللي بتفكري فيه. والله يعني أنا مش بحب بقى أتكلم عن الكتب اللي لسه بكتبها. بس حاليا مشغولة بفكرة كتاب غير رواي. يعني أنا كتبت قبل كده رواي كتاب أدب رحلات. وفاز بجائزة ابن بطوطة في أدب الرحلة. لكن في كتاب تاني بكتبه. وأتمنى أنه يبقى إضافة يعني بيقدمني بصورة مختلفة بعيدة عن الروايات. هو كتاب نون فيكشن. يعني بس لسه في بداياته يعني. لسه في البدايات. أنا بشكرك أستاذة منصورة على وجودك معنا. أنا بشكرك جدا. سعيدة جدا بلقائك كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. بشكر دفتنا طبعا لنوارتنا النهاردة الكاتبة المتميزة الأساذة منصورة عايز الدين. وليتكلمنا معها عن رواياتها أطلس الخفاء. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وكل أم سند لنفسها والبيتها والأهلها. ولكل الناس اللي حواليها. كل سنة وكل أمهات العالم بخير يا رب وطيبين. كان معاكم رانيا السيد. شكرا.